كما في المباريات الرياضية التي يستقبل فيها أحد الفريقين عدداً كبيراً من الأهداف واجه الحوثيون عدة انتكاسات عسكرية أثرت على معنوياتهم فما لابث أن عانوا من أخرى جنوباً حقق الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف العربي انتصارات في معاركهم مع الحوثيين في الضالع وأعلنوا استكمال عملية استعادة السيطرة على المحافظة بعدها بساعات أعلن الجيش والمقاومة السيطرة على مديريات حزم العدين والقفر والنادرة في محافظة إب وفي كلتين المحافظتين انطلق المقاتلون من عدن التي استعادوها من الحوثيين الشهر الماضي وللبناء على التقدم الميداني أطلقت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية عملية تحرير أبيان وبعد معارك مع الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح دخلت قوات الحكومة مدينة زنجبار عاصمة المحافظة من مدخلها الجنوبي وبذلك أصبحت المدينة الاستراتيجية العاصمة الإقليمية الرابعة التي تستردها القوات الموالية للشرعية يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مقاتلات التحالف بقيادة السعودية قصف مواقع الحوثيين في تعز وأبيان وإب وصعدة وحجة والإحديدة والبيضاء ومأرب ترجمة نانسي قنقر